السلام عليكم أصدقاء العزاء أهلا بكم جميعا معكم أخوكم عمر الحداد من قناة إزرع صح النهاردة إن شاء الله حلقة جديدة هنتعلم فيها طريقة سهلة وبسيطة جدا لنقل الأشجار الكبيرة من مكان لآخر الطريقة اللي هنتعلمها النهاردة بتضمن بها نجاح النبتة بعد عملية النقل فإن شاء الله الفيديو يعجب حضراتكم هنتابع مع بعض خطوة بخطوة فبنصحك إنك تتابع الفيديو للنهاية أول حاجة حضراتكم نعملها لما نفكر إن احنا ننقل شجرة من مكان لمكان أيا كان حجمها أيا كان عمرها أول حاجة تفكر إنك تعملها وهي عملية تقليم الشجرة أو النبتة اللي أنت هتنقلها من مكان لآخر تحاول إنك تعمل تقليم للسطح العلوي للشجرة يعني بنشيل حوالي تلت الشجرة من فوق علشان يكون عندك توازن ما بين المجموع الجزري والمجموع الخضري يستطيع إن الجزور إن هي تغذي المجموع الخضري اللي موجود عليها يعني نحاول إن احنا نشيل الجزء العلوي من الشجرة بعد كده حضراتكم هنا طبعا بنجهز للحفرة اللي احنا هنزرع فيها والجورة اللي احنا هنزرع فيها والمكان اللي احنا هنزرع فيه لازم يكون جاهز معنا علشان ساعة النجل نزرع على طول هنا حضراتكم كل اللي احنا بنعمله بنحاول إن احنا حوالين جزور الشجرة بنعمل حفرة أو سقوب أو سوق بحوالي العمق بتاعه بيكون 50 سنطي والقطر 30 سنطي حوالين الشجرة لازم نطلع الشجرة بأكبر كمية من الجزور فيها لازم إن احنا نحاول ما نعملش أي اتلاف للجزور يعني ما نطلعش الجزور نحاول إن احنا نطلعها بالبصيرة بتاعتها بأكبر كمية من الجزور طيب حضراتكم المواعيد الصحيحة لنقل الأشجار علشان تضمن نجاح النبتة بعد عملية النجل طبعا وقت النجل بيعتبر من أهم العمريات اللي بتؤدي إلى نجاح النبتة بعد عملية النجل طب أفضل وقت إن انت تنقل فيه الشجرة إمتى بيكون في شهر 3 وأربعة من كل عام اللي هما من شهر مارس وأبريل أفضل وقت تنقل فيه الأشجار سواء كانت الكبيرة أو الصغيرة هنا حضراتكم بنحاول زي ما قلنا بنعمل الحفرة بتاعتنا بقطر زي ما قلنا 30 سنطي والعمق اللي لازم يكون 50 سنطي علشان يعني نحاول إن احنا نطلع الشجرة بتاعتنا بالبصيلة بتاعتها بأكبر كمية من الجزور زي ما قلنا موعد النجل المناسب لازم تعرف الموعد المناسب لنجل الأشجار علشان خاطر تستطيع أو تضمن نجاح النبتة معاك بعد عملية النجل هنا حضراتكم النبتة أو الشجرة جهزة دي شجرة ليمون جهزة على النجل كده ما فيش أي مشاكل ما فيش إتلاف للجزور ما فيش تهوية للجزور حنسيب حضراتكم ونرجع بعد عملية النجل والزراعة نشوف عملنا إيه هنا حضراتكم انتهينا من عملية النجل نجلناها لمكان آخر الحمد لله طريقة صحيحة طريقة سريمة ما فيش إتلاف للجزور ما فيش تهوية للجزور هنا بنحاول إن احنا نغمر الجورة بتاعتنا بأكبر كمية من المياه ونحاول إن ميكونش عندك تهوية في التربة علشان الجزور ما يحصل لاش تهوية وتموت النبتة أو الشجرة عندك شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته